ما المختلف بهذه النقطة بهذه المؤتمرات مختلف عن سابقاتها أكو شي ميزة حسب متابعتك وقراءتك تفضل أستاذ مبيم نعم بالبداية تحية لكم طبعاً ولطيفيك الكرام ولمشاهدك بالكرام إذا نتحدث عن خصوصية ميونيخ اليوم مؤتمر ميونيخ هو منتدى دولي قد يكون له أهميته الدولية في مناقشة القضايا الأمنية واليوم بعد تقريباً المرور وما يقارب العام على الأزمة الأوروبية أو الحرب الروسية الأوكرانية اليوم هذا المؤتمر لأهمية كبيرة طبعاً هو المؤتمر صلت الضوء على دول الشرق الأوسط وخصوصاً الدول العربية ومواقف الدول الخليجية وعلى رئيسها السعودية والكويت في قضايا الطاقة وانحياز الطاقة يعني مرتبط بالقضايا الاقتصادية إنه شراكة الدول الخليج ومنظمة أوبك مع أوبك بلاس اللي سترأسها روسيا والمواقف المتباينة بين الكويت وبين هذا وكذلك إشراك العراق بهذا المؤتمر يعني يعتبر قضية مهمة المؤتمر بشكل عام وحديث رئيس الوزراء السيد السوداني كان يتعلق بقضايا الإرهاب ومكافحة الإرهاب يعني والعمليات يعني وجود داعش وهو أعلن عن إنهاء الوجود العسكري لداعش ممكن هذا جيوب يعني القضايا الأمنية المتفرقة وأيضاً ركز على الوجود الأجنبي وغيرها من القضايا لكن على هامش المؤتمر جرت مجموعة من اللقاءات يعني قدموها المسؤولين عن هذه اللقاءات ما يعادل 27 لقاء أجراء السيد السوداني خلال فترة إقامته في ميونيخ لقاءات مختلفة مع وزير خارجي الأمريكي مثلاً ومع أيضاً مسؤولين مختلفين ومنها بعض اللقاءات تتعلق بالجانب الاقتصادي بالمجمل لقاءات في ميونيخ ما نتسجد عن قضايا اقتصادي لكنها قد تكون بداية تفاهمات يعني بداية انفتاح